ويقوي إدراك المرء هذا المنصب الشريف وهو الاستمرار في طلب العلم أخذه بأصول نافعة يسوس بها نفسه من جملتها شهود نفسه شدة الحاجة إلى العلم إن المرء إذا حدث نفسه بأنها تحتاج إلى العلم استمر في طلبه وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب وبيّن ابن قيم في مفتاح دار السعادة وجه ذلك وهو أن الطعام والشراب به حفظ حياة البدن وأما العلم فبه حفظ حياة الروح والشاعر يقول فأنت بالروح لا بالجسم إنسان فإذا عقل الإنسان أنه تشتد حاجته إلى طلب العلم استمر فيه ومن شئ هذه الحاجة هو افتقاره إلى هداية الله سبحانه وتعالى وهذه الهداية لا تكون إلا بالعلم فالمرء في كل تحريكة وتسكينة وصغير وكبير ودقيق وجليل مفتقر إلى هداية الله عز وجل وهو يلهج في كل صلاة بسؤال الله عز وجل الهداية اهدنا الصراط المستقيم ولا يهدى الإنسان إلى الصراط المستقيم إلا بالعلم كما قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين هذه البصيرة هي العلم فأنت في أمونك كلها في المعاش والمعاد مما تعلق بهذا أو بهذا تحتاج إلى هداية الله سبحانه وتعالى وهذه الهداية لا تنال إلا بالعلم فمن كان أكثر علما على الوجه الممدوح من العلم من كونه علما مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مقترنا بما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يهديه ولهذا تجد أن العلماء هم أكمل الناس هداية فأكمل الناس هداية وأبصرهم بما يجب للإنسان وعلى الإنسان وما يتعلق به من حق وواجب هم العلماء وهم عقلاء الخلق فإذا حدث الإنسان نفسه دوماً أنه شديد الحاجة إلى العلم وأنه يفتقر إليه في كل أحواله فحينئذ يقوى في نفسه الاستمرار على العلم لأنه إذا كان شيئاً تشتد إليه الحاجة فلا ينبغي للعاقل أن يترك ما تشتد حاجته إليه تشترك ما تشتركوا في القناة